كتاب الله للأرواح نور تلان به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي حبيبي الغاليين اليوم سوف ندر معكم طاجين فيه الخضر باش نستفدو من الخضر رك عارف الوليدات ما كيبغوش يأكلون الخضر كلها ولكن غادي ندر معكم هات الطاجين حتى لم يكلوش الخضر كيأكلوا ذاك المريقة كيكون فيها كل شيء البيتامينات كلها يلا نبدو على بركة الله عندنا البنات هنا يا جوج حباتيدي البصل الكبار وعندنا طماطيش وعندنا الففلة وعندنا البطاطا وعندنا هاد القرعة هاد النوع هاد البنات حلوة حلوة كيجيف الطاجين اروعة وعندنا البورو وعندي هنا يا اللوبيا الخضرة والقصبر والمعدنوس والجاج اللي كان كنا رقدتوا باليلة قبل كيف العادرة اللي متبعيني عارفين طريقة ديالي ديال الجاج كندلوا التوابل والأعشاب المنسيمة وكيبقوا إباتوا اللي الكامل هم مراقدين فيه واللي ما قدش تقدر تديرهم غيب ساعتين قبل ما تبدأ طياب ديالهم باش داك اللحم والجاج كياخد داك تتبيه لو كيجي فيه وحد المدق رائع نبدأ بسم الله أول حاجة هو أننا غدي نبدأ زيت زيتون غدي نديروها في طواجن ديالنام ونحطوا لبنات البصلة اللي كان قطعوها دوائر واللي ما بغتش تديرها دوائر لكم الاختيار في النوع ديال تقدر ديال ديال الخضر لبنات أنا المهم كان هو لكم طريقتي وكل وحدة ديال كيفاش بغاد صفي كان ستفم وراه جاج ولا تقدر دياله بالديك الرومي أو تقدر دياله باللحم يعني أي نوع كان واجد ديال يعني ديال لحم واللي عندها الكفتة تخليها هي الأخيرة من الفوق لأن العربي الكفتة ما كاتباش تتحمل طياب بزاف تقدر ديالها أو صدر ديال 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 رومي أو ديال جاج تهوى كيكون من الفوق سوف يستفم تجاج وبقات لديك تتبيل اللي بقات تماكن هنخليها حتى نزيد عليها التوابل والقصبر والمعدنوس اللي غادي ندير يعني الطاجين ديالي كان أخذ القرع على البنات اللي قطعتها أنا يا هكدا تقدو تقطعوها على الشكل اللي يعجبكم أنتوما أنا قطعتها هكدا على شكل سنين فات صغاري وغادي ندورها في الطاجين ديالي غادي نغطيها على هات الشكل هكدا كانتوما البنات يعني غطيت هذا بالدجاج بها درس طبقة اللولة ديال ديال القارع اللي كيقول القارع اللي كيقول القرع من بعد غادي نحط بطاطة لأنك تعرفوا بطاطة مع القرع كتعطي واحد ضوخ لبنات رائع منك تتخلط غزال 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 راني سايمو كنديركم المونتاج صافي را بديجي نجوع يلا هالبنات المهم كنحطوا الطبقة الثانية كنديروها ديال البطاطة كيف كتشوفوها هكدا غادي نحط اللوبيا لأنك تعرفوا اللوبيا الخضرة ما عندهاش لمضاق إلا ما درنهاش فصل الخضر للداخل ولكن الفوائد ديالها زوينة بالخصوص لبنات مع الصيام كيف كتعرفوا محتاجين للخضر بزاف كتر من المعجنات يعني كل ما كترنا من الخضر كما كتكون أحسن هناك ندير القرع الخضرة يعني القرع الأخضر غادي ندورها في الوسط ونولي ندورها مع الجنيبات نداولو نوعو في الخضر لأنه صعيب 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 في رمضان أنهم ناكلوا الخضر بزاف لأنهم كان بشول أكتر المعجنات وكان بشول أكتر الحويج اللي فيهم يعني الحويج اللي ما كينفعونا شك يدرون أكتر من اللي كينفعونا كيف كتشوفوا البنات قطعتها وتاني فلفلة كتعرفوها هي مفيدة للأمعاء والناس اللي عندهم الإمساك يقوي الفلفلة والقرعة الخضراء رها ممتازة 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 لبنات صافي دورتها على تشكيل هكذا والخصص مع الجوع كي بقي بيلك شبلانات ناري كتولي تنقشي تنقشي مشي كتطيبي والله البنات اللي بحالي تقولها اللي في تعالق صافي هنا غدي ندير ماطيشا اللي هي طماطيش أو طماطم كنشدها أو تانيتها هي كنزوق بها لأن العين كتاكل كتر 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 هاي أكتر حاجة هي العين قدرت تكون عندك حاجة قليلة ولزوقتها تبلك كبيرة سوف يدورتها لبنات طماطم كيف ما كتشوفوها هكذا يعلى هاتشكل هكذا مش أعطاتني دا كلوين دي الخضر مع الحمر وكتعرفو احنا الخضر والحمر عندنا عندنا شي حاجة اللي هانتو مالبنات هنا عندي البوارو اللي قطعتو لأنه كتعرفو الوليدات ما كيبغيو الشي كلوهم أبتش نخلطو لهم مع الخضر درتو غير في الوسط قطعتو هكذا كرقاق المهم ذاك الشي الفيتامينات دي لغا تهول في المريقة صافي التوابل اللي بقات لي ذاك شوية الخاليط اللي كانوا أولادكم كيكلوا الحاص قطعتو تيرو دي لحيدة من الفق هنا درت التوم اللي بنات كيف كتشوف حكيتها لها دكتوا اللي عندي درت شوية دي الحار مش بدنج هدا بزاف وشوية البزار وشوية دي سكين جبير والملحة والخرقوم ودرت الزريعة دي القصبر أنا زريعة القصبر كنستعملها في الطياب ديالي كامل في أي حاجة درت ها كنستعملها كنخلطو دكتوا بالكيف كتشوف البنات ولكن الحار ديرو غير شوية الناس اللي ما كيبغي وش الحار يعني أنا بغيت غير بش يبنن شوية ذك ذك الخضر اللي ما كتعرفو الطاجين خاصو يجي كما كنقول احنا مش رمنا مزيان بنات الخضر هاك طلقت هي المادية لها يعني احنا يجي دك المغرق يجي خاتر ويجي تقيل والبنات ديال وكل هاك جمع دك الخضر ودك الدجاج وكل شي كي يجي وحد الماداق روعة درت هنا بش يسهل علي أن نكب البنات وغادي نرش الخضر ديال كل ها طاجين كل وغادي روش به التوابل من الفوق كيف تشوف البنات هكذا كيف تعرف أني نصور وشد التليفون فيدي لأنه ولدي هالراس لها ديك اللي كنت شد به التليفون حضر اني مكومان ديها وحدة ما وصلت نيش صف البنات كيف تشوف تغطي وهبتك التوابل ديال لكم القياس لما كون شي اخطرها باش ما تقوش تزيدو في الطاجين ديال لكم ولكن الى شي وحدة شفت الطاجين ديال هنشوف الوحد الدرجة اللي خاصها تزيد شوية ديال ما تزيدو يكون دافي ما فيها بس بالنسبة الخضر اللي شرط لي من الطاجين لبنات كتعرفون يا أنا تحجم ما كبدا قط لقرع قلي شوية ديال البطاطا شوية البوروم زدت عليه الصبانيخ بقي شوية القرعان مهم هدك الشي اللي كان عندي الطاجين بقالي منه شوية شوية من نزو وقت الطاجين ابقى خليت صومو سلامون يعني اي سماك اللي كتبغي وانتوما اللي عجبكم صف شديته ودرت به شربة هكدا عندي عصفورين بحجرة وحدة صوبة الطاجين ديالي وصوبة شربة يلا بقوا معي البنات توجد الطاجين وارجع معاكم صف البنات شربة وجدات تحنت هذه الخضراء ودورتها بشوية ديال شعرية احنا تهنين منها دفع الطاجين ديالنا وجد الحمد لله جغزال اروع البنات صدقوني جغزال رائع وجات هذه الخضراء يعطي واحد الماضاق انها متناسقة مع بعضهم جاء تغزال كنتم منها حبيبي انه تجربوا هذا الطاجين هذا وتخلي لي افتع لقدي لكم الجميل كيف العادم شكرا لكم حبيبي لحسن المتابعة ديالكم بصحة فطوركم بصحة رمضانكم وكنتمن لكم كل ما كنتم منها وهلية بالاضعاف ان شاء الله شكرا لكم حبيبا لحسن متابعة ديركم وإلى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله وبصحة فطوركم